في رأيي أنه هي دي أو ده المفتاح الأول لفكرة لوم الله على ما يحدث التهرب من المسئولية الشخصية وإتباع استراتيجية إبليس في التشكيك في دوافع الله من ناحية خلقته بشكل عام طيب إحنا قلنا يعني هل يلام الله وجوابته ومشكورة جدا السؤال الثاني أو الشطر الآخر أو الوجه الآخر من ذات العملة طيب أين الله من هذا الموضوع تمام 100% ده استرسال صحيح للسؤال هقول لحضرتك جملة ونقشني فيها الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن ينع بها الله الشر في العالم الآن هي أن ينزع إرادة الإنسان إيه رأيك؟ أول تاني الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينزع بها الشر من العالم هي أن ينزع إرادة الإنسان المشكلة اللي إحنا مش عايزين نواجهها هو أن التصميم اللي الله خلقه للإنسان أنه ده له إرادة حرة إرادة حرة طيب يعني إذا الله عمل التصميم كده وهو متصق مع ذاته في هذا التصميم وهيفضل محافظ عليه كده كيف يمنع هذا الإنسان الذي أراد بإرادته الحرة أن يصنع الشر يعني أطبع على اللي بيحصل في أوكرانيا دلوقتي هو ده قرار مين؟ هل فعلا من حقي أعود أبص على الناس النازحين والمتألمين وال يعني لسه الغد دلوقتي حوالي نص مليون لاجئ خرجوا أو نازح خرجوا من أوكرانيا اليوم حوالي 750-800 ما هم بيزيدوا بالساعة يعني قالوا مين؟ ينفع أقول له يا رب إزاي أنت عملت سمحت بكده يرد علي عايزني أنزع إرادة الإنسان ما هو الحل كده؟ يعني الحل إيه؟ عشان عشان نقول له الله أنه قبل كل أزمة حط حد هنا قبل مكاية مشكلة تحصل حط حد هنا طب هو الإنسان يعني نرجع على الإرادة بسفر أيوب أبعد عنه الإنسان قرر همش عاوزينك وده اللي بنشوفه في العالم يعني ما فيش نظام كامل لأنه قام لا نظام سوشال ولا نظام شيوع ولا نظام ديمقراطي ولا حتى أي يعني رأسمالي يعني ما فيش نظام كامل لأنه هاي الأنظمة كلها عم بتحط الله خارج الصورة فلما بتحط الله خارج الصورة لما من وقت ما صار الإجهاد صار مئات الملايين اللي ماتوا من الإجهاد منعوا الصلاة عم نشوف مقاس الانتحار والمشاكل النفسية ولما أنت بتمنعه بتمنعه بتحارب الله في هذا الموضوع بعدين لما بتصير المشكلة بتلوم الله طب والحل ما هو الحل بقى إن الله يتدخل في الوقت المناسب وده هنقوله بعد شوق لكن أنا بتكلم على أصل المشكلة يعني لو قلنا السؤال الشهير هل يسمح الله بالألم عارف إمتى سمح الله بالألم أول لحظة سمح بيها الله بالألم أو سمح فيها الله بالألم هو يوم ما خلق آدم بإرادة حرة يعني يوم ما الله خلق آدم على صرطه شبهه بإرادة حرة في اللحظة دي الله سمح بالألم لأنه أعطى للإنسان حق الاختيار اللي اختار اختياراته والبديل كان إيه يعني هل يعني هل كنت عايز أو هل أنا فعلا عايز أطلب من الله أن يخلق كائنات غير حرة طب ما المعنى ما هو الإنسان مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الروحية طبعا اللي فيها حرية الإرادة والعقل طبعا فعشان كده لما نيجي يعني لازم نشوف الأمر نتعامل مع قضية الألم بشكل عام ومع الشر وما يحدث حولنا لازم نتعامل معه وإحنا وإحنا فاهمين أو إحنا شايفين البعد ده في الصورة إنه المشكلة الحقيقية في الإرادة الحرة اللي عند الإنسان اللي خليته بيختار اختيارات يؤذي بيها ويسبب وجع وقلب وعشان كده أنا هرجع للجملة اللي قلتها إنه كانت الطريقة الوحيدة اللي هي تعفينا من كل ده شيل الإرادة شيل الإرادة ماشي الناس دي كده هدوس على زرار كل الناس تصل هدوس على زرار كل الناس تعبد هدوس على زرار كله يعمل خير بس الحقيقة إن الله لو عمل النموذة كده الحقيقة لا يت يعني لا يتصق مع يعني استقامة الله وشخصيته ولا معقيمة الإنسان لأن الله لو صنع كده ومشى كل الكائنات تعبده بالطريقة دي وتمشي معاه بالطريقة دي فين القيمة فين قيمة شخص الله لا ما عملش الإنسان روبوت يعني ما عملوش لعب عرائس تتحرك تبقى خاليقة رخيصة طبعا والإنسان نفسه يفقد المعنى والقيمة لأنه هو لا يختار هو مصاح أسمع كده كون الإنسان راح يستخدم كل ده جاب البركة الكبيرة والميزة الكبيرة اللي الله دهاله وهي حرية الأرادة واستخدمها في أنه هو يعمل حرب أقف أنا أقول له رب أنت أزاي تعمل كده أنه يعمل تجارب نووية أو تجارب على جرسيم ويعمل لنا فيروسات أتهمه أنه يحصل مش عارف إيه وحاجات يعني طبعا أنا هنا أتكلم عن حاجات للإنسان اللي هدور في خربنا كل إشي خربنا البيئة وخربنا يعني كل إشي فعلا والله خلق آدم نكون مسؤول على الأرض وخان الأمانة آه يعني أفسد يعني صح هي دي المشكلة يعني يعني إلا أنا نفسي فيه بس إحنا نشوف الصورة دي ولسه يعني هنشوفها إحنا طب هوا الله يقف عجز لا موسيقى